حرف يدوية ومنتجات غذائية ومأكلات شعبية كانت حاضرة في معرض نظمه برنامج إرادة بالتعاون مع جمعية سكان حي جبل عمان القديم فلنتابع يقال أن الإرادة هي المثابرة على القيام بعمل ما رغم العوائق والمصاعب التي تعترض القائمة بهذا العمل إرادة هو برنامج تشغيلي وفر للمرأة الأردنية وربة المنزل أن تعرض ما تصنعه من أعمال وما ترسمه تلك اليدان من وهج يمزج بين الماضي وعبق الحاضر وتحت شعار مع أن نحقق النجاح ونصنع المستقبل المشاركين يشارك اليوم بمنتجات مختلفة منها المشاريع الغذائية الحاصلة على علامة ضبط الجودة ونشارك أيضا عديد من المشاريع الحرافية داخل أروقة البزر ثمت نساء من هذا الزمان منهن من أنتجن المأكولات الشعبية والمواد الغذائية وبعضهن من أتقن الحرف والمشغولات اليدوية في مشهد أعاد للناظري ذكريات زمن جميل منتجي اليوم هو من إعادة تدوير منتجات أوراق موز والقشيات وكراسة التقشيش هذه المنتجات من ناحية التراث فيها من جديد فيها الأصالة فيها عبق الماضي أنا بالمترزات اليدوية بجميع أنواعها سواء كانت إما عن طريق اللي هي أدوات مثل منزلية اللي بتحتاجه الست مثلا شنات برويز مرايا كل ما تحتاجه الست بزار مشاريع صغيرة يهدف لتطوير وتوسيع حلقة ريادة الأعمال من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية بشتى مناطق وجودها إن كانت بالقرية أو المدينة أو الريف محمد أبو عرقوب رؤية